اجتمع صعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم مع معالي السيد روجانو ماتيا وزير خارجية الدولة بوليفيا المتعددة القوميات جاء ذلك بمناسبة عقاد أعمال الدورة الثامنة والسبع للجمعية العامة للأمم المتحدة وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون وتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتم توقيع بين الجانبين على بيان مشترك لإقامة العلاقات الدبلماسية بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر